البداية من ملف التصعيد العسكري حيث أعلنت منظمة أطباء بلا حدود سقوط قتلى وجرحى في قصف جوي للتحالف على سجن احتياطي بمحافظة صعدة وقال رئيس البعثة في اليمن أحمد مهات إن السجن الاحتياطي في مدينة صعدة تعرض للهجوم بما ورد أنه قصف جوي شنه التحالف الذي تقوده السعودية وأوضح مهات أن مستشفى الجمهورية في المدينة استقبل نحو مئتي جريح وأن المستشفى بات مكتظا ولا يستطيع استقبال المزيد من المرضى أو المصابين إلى ذلك أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط أكثر من مئة ضحية بين قتيل وجريح إثر غارة جوية استهدفت مركزا للاحتجاز في محافظة صعدة وأكدت اللجنة في بيان أن ستين شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا بعد غارات مكثفة على أزائم متفرقة من اليمن ودعت جميع أطراف النزاع في اليمن إلى حقن دماء المدنيين والحفاظ على المرافق والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة وعبرت اللجنة عن قلقها العميق جراء احتدام الأعمال العدائية خلال الأيام القليلة الماضية ومنها الهجمات التي استهدفت مدنا في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في سياق المتصل قتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال في غارة جوية للتحالف على مبنى الاتصالات وسط مدينة الحديدة وأكدت مصادر محلية أن اثنين من موظفي مؤسسة الاتصالات قتل في الضربة الجوية التي استهدفت مقر عملهم في شارع المواصلات فيما قتل طفلان وأصيب آخرون كانوا يلعبون بجوار المبنى المستهدف وعقب ساعات من الغارة الجوية التي استهدفت مبنى الاتصالات في الحديدة انقطعت خدمة الانترنت بشكل تام عن عدد من المحافظات اليمنية وقالت منظمة نيت بلوكس إن بيانات الشبكة تظهر انهيار الاتصال مع مزود خدمة الانترنت الرئيسي في اليمن بعد الغارة الجوية على مبنى الاتصالات في الحديدة فيما قالت مؤسسة الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين إن الغارة الجوية هي سبب انقطاع الانترنت ترجمة نانسي قنقر